هل حسن الرداد الآن في مستواهي الفني عنده قرار لاختيار؟ يعني خلاص أنت وصلت المرحلة تقدر تختار وتقول ده أو ده لأ ولا لسه ممكن تشتغل علشان محتاج فلوس علشان مزنوق علشان تبقى موجود؟ لا قرار أن أنا أعمل المشروع بتاعي قصدك؟ تختار أي فيلم أو برنامج أو مسلسل أو واحد؟ ده من أكتر من عشر سنين يعني أول بدأت عمل بطولات أنا أول فيلم بطولة عملته في السينما كان 2013 أول مسلسل بطولة برضو 2013 وقبل كده كنت بعمل الأعمال اللي هو ببقى إيه مثلا أنا برضو كنت إيه زمان يعني مش عندي بلان حطه النفسي إيه بقى البلان؟ والبلان اللي كنت حطه النفسي ده ممكن تحس إنه هو بقى عمرت إيه أنت عامل كده إيه بقى الخطة؟ يعني أول ما مسلت قلت أنا وبقى صداك ربنا ماشيها معاي كده يعني ما برجع بالزمن أليم بقى ربنا ماشيها معاي أنا دخلت المعنى في سنة أولى وانا في سنة أولى عملت أول فيلم في الترمي التاني وانا قلت بس طبعا كان عندي سعي قبل ماجي يعني عندي رحلة سنين من السعي قبل ماجي القاهرة من دوميات؟ من دوميات باخد السوبر جيت أجي على القاهرة روح مقابلة وأرجع تاني أجابت ليلتين وروح مقابلات عشت كذا سنة كده شئيت يعني؟ جدا جدا بس أنا عشان عارف إن اللوقات أولايل بتاع البلدين لا لا تماما أنا عايز أسمع من دوميات القاهرة دي عجبكم؟ من دوميات القاهرة دي يعني أنا جيت القاهرة 2006 سنة أولى مع ترمي الصحية شهر تمانية أو شهر تسعة شهر واحد عملت أول فيلم بس وانت من دوميات؟ بس قبليهم؟ انت كنت مقرر قبليهم سنين المعنى بقى قبليهم سنين كتير واخد التوبيس أجي على قاهرة عشان أقابل المقرج يقول لي تعالى تسعة الصبح أعود معاه في أوردر يبدأ تسعة الصبح لغات ما أوردر يقرأ ساعة اتنين بالليل وفي الآخر يقول لي أنا جابك بس كان يقول لي مثلا فيه مشهد أعمله أو حاجة واجي معايا لبس كتير وكده وبعدين يقول لي لأ أنا جابك بس تفرج على اللوكيس آه وبتاع وارجع تاني بالليل يعني كان فيه حاجات كتيرة قوي أنا مرت بيها في السنين بتاعة الساعة دي وتعلمت منها أن كل حاجة بمعايد معين كل حاجة بوقت وجالي في الوقت ده أحداث بتاعة وفاة أخويا في 2003 فقررت أن أنا أبعد بقى عن التمثيل خالص والحلم اللي أنا بأحلم به لأن برضو أنا من الناس اللي أنا محدد أعايز أبقى إيه وأنا صغير يعني ما احترتش لما أكبر أنا أشتغل إيه أنا من قريدي حاسم أمري عارف أن أعايز أبقى أمثل ولعيب كورة وكنت أسأل أمي الله يرحمها طب اللعيب الكورة بينام بدري والموثل بيصهر يعني أعمل إيه ده كان أنا كنت أبالعب كورة بس طبعا كنت أبالعب كورة في ضمياط عندنا وبعدين لما بدأت أدخل في منحلة المراكة بقى إيه 16 سنة و17 سنة وأنا أبالعب منه أنا عندي مثلا 10-11 سنة في النادي فحياتي متعودة بقى على فترات الإعداد والدوري وطلعت فريق أول فمتعود على الحياة بتاعة لعيب الكورة دي فلما بدأت أكبر إيه التمثيل جوايا اي بي 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 مش قادر شغف أكتر فوظية عايز أفر القاهرة ومثل فأنا بحاول أختصلك يعني على طول فسافرت القاهرة وفقولت أسيب الكورة معين أنا لما جيت أسيب الكورة كان مدربين وقتها اللي موجودين أنت هتبقى لعيب كويس وكده بس أنا حبيت حياة التمثيل وحبيت أن الفنان بيروح شخصات مختلفة كل عمل بتعيشي مع ناس مختلفة ما فيش فيه روتين ودي حاجة ماش فيه مع شخصيتي قوي